دعني أبدأ معك من جلسة أمس من الولايات المتحدة المؤشرات ربما بدأت هذه الجلسة لم يكن هناك ترند واضح للاتجاه إلى أن تلقت الدعم من سهم انفيديا تحديدا هل هذا يدل إلى حركة عراضية ممكن أن تسيطر على الأسواق بعد هذه الارتفاعات في هذه المرحلة أم هي فقط ربما حالة من الحذر قبل بيانات مهمة نترقبها هذا الأسبوع صباح الخير أهلاء يعني نحن نتصور أن الأسهم الأمريكية بحالة ترقب ليس من أي أيام معدودة حتى من خلال فترة الصيف كان هناك ترقب للتخفيض الفايد من قبل الفيدرالي وهلأ صار حالياً في ترقب أنه شو الوضع الأقتصادي لأنه خلنا نذكر أنه التخفيض اللي عمله الفيدرالي هذا الشي بيعملوه نادراً جداً عملوه مرتين لحد يطلق خمسين نقطة أساس بالعام 2000 دوت كوم بوبل وبالعام 2008 وقت الأزمة العالمية فاليوم في ترقب أنه ليش الفيدرالي يعمل خمسين نقطة أساس وما هو آتن فمثل ما تفضلت الأسهم الأمريكي بحالة ترقب حتى إنفيديا يعني إذا نرى مستويها اليوم هو نفس المستوى اللي كان تعليبي بداية شهر ستة يعني من ثلاثة أربعة شهر يعني ما في تغيير كثير كبير وفي حالة ترقب نعم يعني يبدو أيضاً دكتور راين أنه عادة الحديث إلى خمسين نقطة أساس مجدداً في اجتماع مقبل للفيدرالي الفيدرالي يوم أمس أو بعطلة نهاية الأسبوع لكن إلى أي درجة برأيك قد يستمر هذا المسار الصاعد مع هذه التفاؤل من جهة وتوقعات أو انتظار وترقب الانتخابات الأمريكية في الفترة المقبلة في نوفمبر وما قد تحدثه من تأثير على الأسواق مثل ما تفضلت في عاملين اليوم أول شيء بداية تخفيض الأسعار الفيدية من قبل الفيدرالي وتاني شيء الانتخابات عادة لما يكون فيه تخفيض قوي شوي من قبل الفيدرالي بيصير فيه طلوع للأسواق وبعدين نزول بالنسبة للانتخابات الأمريكية إذا ما نطلع على معدلات العامة عبر كل الانتخابات الأمريكية التي صارت حول الانتخابات بيصير فيه نزول لأسعار الأسهم فهودي العاملين عادة بيشجعوا لنزول الأسهم ليس له طلوعها اليوم نحن بستب مختلف جداً عن اللي شفناه سابقاً فصعب الواحد يقول اللي بيخوف شوي هو الموقف الفيدرالي أنه هذه التخفيضات خمسين نقطة أساس تدل أنه في مشكلة اقتصادية لو ما في مشكلة اقتصادية الفيدرالي ما بيخفض خمسين نقطة أساس مرة ويمكن مرتين فاليوم بدنا نعرف شو هي هذه المشكلة الاقتصادية لأنه بعد ما في وضوح فيها الفيدرالي عنده أرقام نحن معنا إيها أكيد يعني في ظل الستنج الحالي المختلف الذي تحدثت عنه هل أنت بولش تجاه أسهم التكنولوجيا في هذه المرحلة أم أنك تعتقد أن الانتقائية ستسيطر على المشهد في الفترة المقبلة وربما يعني بعض الأسهم التي ستستفيد لن تجر وراء باقي أسهم التكنولوجيا كما تبعنا في الفترات الماضية نحن بحالة انتقائية من بداية العام يعني التذبض بطبع الأسهم التكنولوجيا ومثل ما قلت إنفيديا بنفس المستوى اللي كانت عليه من بداية شهر ستة يعني كل الاستثمار اللي صار بإنفيديا خلال هكذا الشهر اللي مضت هي استثمار بعده ما كانوا ومع التذبض باللي صار فاليوم الانتقائية مهمة جدا بالنسبة لأسهم التكنولوجيا تجر الأسهم الباقي بتصور تأثير رح يكون شوي أقل عن سابقا خاصة أنه الانسايدرز يعني تدور المطلعين عم يزيد ببيعا يعني صار في كتير بيع كان وارن بوفت أو كان مستر جانسون هو السيو طبعا انفيديا أو فينيت اللي هو عضو مشتكتارية في انفيديا انفيديا في كتير بيع للمطلعين تاني شي عم نشوف صناديق التحوط هني بائعين لسهم انفيديا اسم التكنولوجيا والشارع عم يكون المستثمين لأفراد هيدا فرجاء ريسورج نعمل من دويتش باك و جي بي مورغان انه هيدا الفلو عم يصير من المستثمين المؤسسي صناديق التحوط للمستثمين الأفراد فهيدا كمان ما بيشجع على الصعود القوي للأسهم الأمريكي يعني بشكل عام ترى انه اسهم التكنولوجيا ربما اتولباس تتوتش أو تمرر الشعلة لأسهم القطاعات التي قد تسفيد من خفض الفائدة في هذه المرحلة كما تعودنا ربما متعلقة بقطاع التجزئة مثلا مية بالمية قطاعات التجزئة يعني كل الصناعات اللي هي منع سيكليك منع مرتبطة بالدورات الاقتصادية في عنا كمان الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرسل 2000 يعني في عدد حفن من الأسهم اليوم تقييماتها منصفضة جدا بتحقق عرباح عالية ما عندها دين بتوزع عرباح فهيدي كمان شركات ممكن واحد الاستثمار فيها بأمريكا وخلينا ما ننسى انه في كمان خارج أمريكا استثمارات رائعة ممكن الناس يفيد منها خاص مثلا مثلا مثل بالصين هلا اللي الظاهر انه بلشت تستدير الدورة الاستثمارية فيها وفي فرص استثمارية موجودة شكرا لك دائما ربما يكون لنا وقفة أخرى للحديث أكثر بتفاصيل عن هذه الفرص الاستثمارية شكرا دائما دكتور رايان ليمند الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيوفيجن لإدارة الثروات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة